في ناس بقى مسلمة مخها وعقلها للحاجات اللي بتزاع والحاجات اللي بتتقال والحاجات اللي بتنتشر والأخبار الأخبار اللي فيها صح واللي فيها غلط وكلمة توديه وكلمة تجيبه خليك ثابت خليك واضح أي راعي سواء بابا وماما سواء مدرس أو معلم أو أستاذ سواء خادم أو كاهن أو أب أسقف أو 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 كل دول وهم بيقوموا بعملهم لازم يصلوا من أجل من يرعونهم بصلي من أجله عشان النعمة تحل عشان النعمة تسند عشان النعمة تسبت والذين يرعونهم سبتهم بصورة عامة الإنسان السابت الرعية السابتة بيطلع عنده ثقة واثق في نفسه وأديك مثال كده دانيال دانيال النبي اتخذ في الأسر في السبي ورح بلد غريبة وهناك لأنه ثابت صح رعية ثابتة في حياته لما اختروه علشان يشتغل عند الملك لأنه كان طول بعرض وقالوا له تاكل بقى من أطايب الملك ومن خمر مشروبه قال لهم لا 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 حاجات الأوسن دي ما باكلهاش طب تعمل ايه؟ قال أكلوني حاجات القطاني الحاجات البقوليات الخفيفة كال منها ويقول لنا كده كتاب أما دانيال شوفوا الواسق أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خمر مشروب وضع في قلبه ابنك اللي بتربيه وسابت قابل أصدقاء وحشين عمره ما يمشي وياه بنتك تسمع كلمتين كده يلفه دمخها بنته واسقة ثابتة مش واحد يقول لها كلمة ولا واحدة تقول لها كلمة تروح فيها آه واسق لأنه تربى على كده تربى على السبات كمان الإنسان الثابت طريقه واضح السبت ده اللي بيلفه ولا بيدور واحد شخص مستقيم وللسبب ده إحنا بنصلي كل يوم في صلواتنا ونقول قلبا نقيا وروحا مستقيما نجددوا في أحشاء روحا مستقيما قولك فلان ده مستقيم فلان ده بيلفه وبيدور فلان ده ربنا يحفظكم ملتوي لكن في واحد مستقيم وكمان الشخص السابت عارف ما فيش حاجة تخليه يبعد عن مبادئه سابت خالص بنسمع في سير الشهداء وسير القدسين إنه يبقى شخص بسيط خالص لكن واحد سابت وهنروح بعيد ليه الشهداء اللقباط المصريين اللي ماتوا في ليبيا استشهدوا في ليبيا شباب زي شبابنا كده شباب بسيط خالص راح عشان لقمة العيش لكن ثابت واضح وطريق الواضح دهوت كان يحفظوا على مبادئهم ومعظمكم شاف وقت استشهدهم كان شكله ايه عامل زي يوسف الصديق يقول لنا ايه يوسف الصديق كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ايه يا يوسف انت بتقول الكلام ده لوحدة ما هي عندهاش ربنا قال كده لكن عندي كان ربنا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ها يوسف بقى مثال مثال الشجاعة مثال الطريق الواضح كمان بنشوف ان الشخص الواسق دايما انسان شجاع وفي شجاعته ده هي إنسان صادق صادق مع نفسه يعني أنا عايزك تعرف إنه لما أقول الرعاة والذين يرعونهم ثبتهم أنا أساهم في إنه أوجد مجتمع ثابت مجتمع صح في ناس بقى مسلمة مخها وعقلها للحاجات اللي بتزاعة والحاجات اللي بتتقال والحاجات اللي بتنتشر والأخبار الأخبار اللي فيها صح واللي فيها غلط وكلمة توديه وكلمة تجيبه خليك ثابت خليك واضح الخلاصة لما أقول والذين يرعونهم ثبتهم ثبتهم في الفهم ثبتهم في المعرفة ثبتهم في النمو ثبتهم في التربية ثبتهم في الإيمان يطلع أشخاص كده نشوف كده ناس عملة تطلع في المجتمع على مستوى ناجح في كل عمل صالح وارجع وأقول لك يكون كالشجرة المغروسة الشجرة المغروسة دي مسؤولية علينا كلنا مسؤولية إن أنا زي ربي ابني الصغية لما يكبر يبقى راجل صح وإزاي بنتي تطلع بنت صح في المجتمع يما يكونوا أسرة يما الولد يكون أسرة أو البنت تكون أسرة كون أسرة صح يختار صح ويعمل أسرة صح ويبقى من جيل إلى جيل يكون كالشجرة المغروسة مغروسة وربنا بيحط في طريقنا كل يوم أشجار كتيرة خالص وأنت ماشي كده أقول يا رب خليني زي الشجرة دي خليني زي الشجرة المغروسة دي خلي ولادي زي الشجرة المغروسة دي خلي الفصل بتاعي أو الذين أقوم برعايتهم زي الشجرة المغروسة السبتة القوية اللي بتنمو تعطي سمرها في حينه ورقها لا ينتسر وكل ما يصنعه ينجح فيه